الدرس العاشر اقرأ وسائل السفر كان الإنسان قديما يسافر من بلد إلى بلد ماشيا على الأقدام أو راكبا على ظهور الحيوانات وكانت الرحلة تأخذ وقتا طويلا ويجد الإنسان فيها قعبا كثيرا أما في الوقت الحاضر فقد تقدمت وسائل السفر فهناك وسائل برية كالسيارات والقطارات ووسائل بحرية كالسفن ووسائل جوية كالطائرات وأصبحت الرحلة تأخذ وقتا قصيرا ويجد الإنسان فيها متعة وراحة